مرحبا جميعا في اليوم اليوم سوف نتعلم مصطلح جديد في درس النهاردة سنتعلم مصطلح جديد pay through the nose يعني يدفع دم قلبه يدفع فلوس كثير جدا نلاحظ هنا ان تي ايش بتتنتق زي الثه بالعربي كمان ال جي ايش يعني مش بتتنتق الاس بتتنتق زي ساوند بنقول pay through the nose طيب نشوف مثال this base is really expensive we paid through the nose for it we paid through the nose for it يعني this base الفازة ديت is بتكون really expensive يعني غالية بجد غالية جدا we paid through the nose for it يعني احنا دفعنا دم قلبنا فيها هنا نلاحظ ان ال paid الماضي من pay pay a simple form لكن ده في زمن الماضي كمان نلاحظ هنا ان تي ايش بتتنتق ذه ساوند والاس بتتنتق اس ساوند بنقول this this base الاس هنا هتتنتق اس ساوند base base مش these بالزي ساوند غلط النطق الصحيح لها these بالاس sound اوكي نشوف المثال اللي بعد كده we paid through the nose for these tickets we paid through the nose for these tickets يعني احنا دفعنا دم قلبنا في هذه التذاكر كمان th هنا هتتنتق ذه ساوند والاس بتتنتق ذه ساوند بنقول these 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 tickets يبقى هنا this الاس هنا اتنتق اس ساوند لكن these هنا الاس اتنتق ذي ساوند يبقى pay through the nose يعني pay a lot of money يعني يدفع فلوس كتير يدفع دم قلبه اوكي؟ that's it for today's lesson and until next time take care